مساء الخير وأهلا بيكو أسبوع جديد وكلمة أخيرة في ساعتنا الإخبارية الليلة انقاذ 43 مصريا من ركاب مركب صيد للهجرة غير الشرعية قرابة السواحل اليونانية الجنوبية المركب يعني الأنباء عنها كانت تقل قرابة 750 مهاجرا من جنسيات مختلفة مصريين سوريين ليبيين وغيرهم وانطلقت الأنباء برضو لسه الأنباء غير دقيقة ولكن أنباء انطلقت فارغة من مصر باتجاه السواحل الإيطالية ولكنها مرت على السواحل الليبية خدت حملت الناس من السواحل الليبية ثم انطلقت في البحر المتوسط وهناك في روايات مختلفة بقى هل غرقت قرابة السواحل اليونانية ولا خفر السواحل اليونانية كان بيشدها فاتقلبت وغرقت في عدد من الروايات المختلفة طب كام عدد المصريين مفيش رقم دقيق لكن الأنباء برضو بتتكلم على حوالي 79 مصري تقريبا على متن هذه المركب في 43 تم انقذمه في 9 مصريين آخرين رهن التحقيق في مع أمام السلطات اليونانية مع لبيين وسوري بتهم التورط في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر هذه ظاهرة مهمة جدا مصر كانت تمكنت في السنوات الماضية انها تمنع تماما الهجرة غير الشرعية من سواحلها ولكن من الواضح انه هذه السفينة تمكنت بقى من أو هذه المركب خرجت ولكن من غير ناس وفي سمسرة بقى موجودين في ليبيا طبعا في ظل الأوضاع المضطربة وغير المستقرة هناك هنتكلم عن هذه القضية وهي قضية شديدة الأهمية الحقيقة لأنه في النهاية الهجرة غير الشرعية دي نتيجتها نتيجتها الغرق كان بيوصل سليم كان بيوصل بيانجو طب ونتيجة اللي بيانجو دول مستقبله معامل ازاي مهما كانت الظروف سيئة فهي لا تكون اسوأ من الموت غرقا في صبية يعني هم بنتكلم فيه أعمار اللي اتقبض عليهم دول من أعمار 20 ل 36 يعني أعمار صغيرة ومن 79 احنا بنتكلم على كان فيه صبية وشباب فيه أمهات فقدوا اتنين من ولادهم في هذا المركب من قرى مختلفة من مصر فالحقيقة انه هنا نرجع تاني نحذر مرة أخرى مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة أكيد مش هتكون بصعوبة أو يعني سوء انك تغرق في البحر وانك انت يعني بتموت بتضيع أهلك بتضيع حياتك لمغامرة نسبة النجاة فيها 1% وأي حد بيديك بقى نحن كمان الناس دي بتدفع فلوس لسه مصر عشان يركبوا هذه المراكب فيعني الحقيقة انه يعني عودة هذه الظاهرة ونتمنى ألا تعود مرة أخرى مرة تانية جرز انظار وبقول دا للناس وللأهالي وللدولة أيضا الحقيقة لكن يعني التوعية هنعمل ايه أكتر من كده توعية مهما كانت الظروف صعبة مش أصعب من انك انت تغرق في البحر ويعني تقضي حياتك وأيضا أسرتك بتخسرك نهاردة عندنا فقرتين عندنا أخبار فقرة أخبار قصيرة لكن عندنا فقرتين الأولى مع الدكتور حسان موافي أستاذ الأمراض الحرجة في طب القصر العيني هنتكلم عن الأمراض الشائعة وسط الناس عن السكر عن الضغط عن السمنة عن التدخين عن أحوال الطلبة في السنوية العامة وهم دلوقتي تحت ضغط كبير ده ممكن الضغط ده يسبب لهم أمراض التدخين كيف يؤثر على جودة حياة الإنسان إزاي نقدر نتخلص منه كل ده هيكون في حوارنا الأول يعني في الجزء الأول مع الدكتور حسان موافي في الفقرة التانية حدثنا هيكون عن واحدة من أيقونات التلفزيون المصري رحلت مؤخراً الرحلة فايزة واصف فايزة واصف يا صاحبة برنامج حياتي كان أحد أهم البرامج الاجتماعية في التلفزيون المصري كان برنامج له طابع درامي كتير من الفنانين الكبار مسلوا فيه وكتير من المخرجين الكبار الحياة شاركوا فيه هنتكلم النهاردة مع أسرتها ومع عدد من النقاد الفنيين أيضاً يلا نبتدي العامة